السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة وفيديو جديد ووصفة ام يحي و امي كوزين فاتي كاقتراح اليوم نقصر لكم هذه الدونات كي جيو رائعين مكونات جدا بسيطة ممكننا نعملهم هكذا في عيال الميلاد وعلش لا ما نفرحوش بهم ولدتنا في القوتي كي جيو زوينيل بقوا معي حتى الاخر الفيديو نتعرفوا على المكونات وطريقة تحضير بالنسبة للمكونات عندي جوج بيضات 40 جرام ديل سكر سنيدة مايو عادي ربعات المحالق 75 جرام ديل زبدة مدوبة تقريبا كسلاروب ساشي ليا سكر الفانيلا عندي 175 جرام ديل الحليب اللي كندافيت تقريبا كس ونص عندي ملعقة ديل ملح تقريبا عشرة جرام عندي ملعقة كبيرة ديل الخاميرة فورية وعندي 7 جرام ديل الخاميرة الحالويات وعندي نصف كيلو مايو عادي لخمسمائة جرام ديل الدقيق سوف نأخذ داك الحليب ونضيف له الخاميرة الخاميرة الفورية كما قلت لكم ملعقة كبيرة وغادي نخليه حتى يتفاعل وغادي نجيب واحد لوبول غادي نعمل فيه جوج بيضات غادي نعمل سكر سنيدة وغادي نضيف الملح والملح كيبقى على حسب الضوء اللي بغا ينقص الملح ممكن غادي نضيف الزبدة اللي مدوبة من الاحسن تستعملو زبدة تكون حيوانية غادي نضيف الفانيلا وغادي نضيف 7 جرام ديال البيكن باودر او لخميرة الحالويات بعد ما كيتفاعل ليا ديك الخميرة مع الحليب غادي نضيفها على الدقيقة ديالي وهي باش غادي نجمع العجين بالاستيعانة بوحد الملحة خشبية اولا بيدنا بالنسبة اللي بغا يستعمل العجانة فممكن كنجمعها على هاتشكل هذا بعد ما كتجمع ليا العجينة هنا غادي نكمل بيد دي كيف ما كتشوفو فهد المقادير اللي اعتدتكم كافية بالنسبة نصف كيلو كجهية هديك المقادير يكونو مضبوطين هنا غادي نحاول نضلكها تقريبا واحدة لسة دقايق او لها خمسة دقايق على الاكتر وانا قلت لكم بالنسبة اللي عندو العجانة يستعملها احسن انا فضلت عن اني نخدم غادي صافي هنا من بعد ما كنت لكها كما كتشوفو غادي نجيب اللوبول ديالي اللي اللي كنت تعجنتها فيه وغادي نرجعها ثم وغادي نغطيها بالبابي سولوفان ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها ضروري تخمر هاد العجينة نوضعها في شيء ما كان ليكون دافئ هنا من بعد ما كتت تخمر لي العجينة بل استيعانة بذيال بالدقيق غادي نحاول اني نطلق هاد العجين هاد العجين حاولوا ما تكتروا شو دقيق بزيب شمد جيكم شعو تاني مضقصة بزيب غادي نطلق العجين يعني ما يكون شرقيق بزيب وما يكون شغلط سوف نحاول ان نقطع بالقطعة بطبيعة الحال باستعانة بالطقيق لان ذاك العجينة كتكون شوية رطبة هنا قطعت ذاك البابي الخاص بالفرن هو فين غا نعمل ذاك الدونات ديالي سوف يكون نعمل فيهم واحد تقب في الوسط كيف مما كتشوفوا وكان وضعهم بعد ما كيخمروا بطبيعة الحال كان وضعهم في الزيك اللي كيكون ساخن كيف مما كتشوفوا فهذاك البابي كما قلت لكم كيخليهم انهم يدي فورماوش وكيجونا سهلين اننا نزلهم في الزيت سوف يكون نقرخوا عليهم الزيت كما كتشوفوا من الفوق حتى كيتحمروا لي الدونات ديالي وكيتنفخوا وكان وضعهم في واحد تبصيل كي تسقطروا هكا من الزيت بالنسبة للزين خديت هنا الشوكولاتة الابيض يمكن لكم تعملوا اي حاجة متوفرة عندكم سوف يكن نعمل فيها الدونات ديالي كيف مما كتشوفوا بالنسبة للشكل الول عملت الشوكولاتة الابيض وزينتهم هنا يا بالفير ميسيل اللي ملونا فالوليدات عاكم عارفين كي بغيوا بحلقة الالوان يمكن لكم تزينو كيف مما انتو ما بغيتو وباللي متوفر بالنسبة لهذا اللون هذا ضفت ليه الملوين الخاص بالشوكولاتة الاحمر اعطاني هاد اللون مع الابيض هاتو ما كيف ما كتشوفوا وبالنسبة للتاني عملت لغي الشوكولاتة السوداء زينتهم حتى هما بهذه القليبات وبالنسبة لها تشكل هاتو ما كتشوفوا عملت لهم هكا البابيية شوكولاتة كي يجيوا عليها تشكل هادا كي يجيوا رائعين كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليها في ليكم وضع كيفاش جوكم كي يجيوا زوينين ومفشفين من الداخل وكيعجبو الوليدات بزاف نقطع معاكم واحد الوحيدة بشوفوها كيفاش جسما داخل هاتو ما كيفاش كتشوفو نتمنى الصراحة انكم تجربوهم بطريقتي كي يجيوا زوينين بزاف وكي يحمروا الوجه كنحاول انا لنحاول عليها كنقطعها بشوية هاتو ما البنات كيفاش كتجي كي يجيوا زويني بزاف كنتمنى انكم تجربوهم وإلى اللقاء في وصفة قادمة ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة